بدوره أكد الكاتب والمحل الأسياسي السعودي أحمد الركبان خلال مداخلة مرئية في برنامج خاص أكد أن قطر لم تكف أذاها بالتدخل في شؤون دول المنطقة فحسب بل تمادت عبر قناة الجزيرة بفبركاتها الإعلامية وخطباتها المسمومة لبث الفرقة بين الشعوب سعيا لتحقيق أهدافها بالنسبة للحيادية الإعلامية أو البهنية الإعلامية كما تدعي قناة الجزيرة فالشعب والشعوب العربية والخاصة المهتمة بمشاهدة القنوات الإخبارية ومنها قناة الجزيرة تدرك تماما أن غالبية أخبار قناة الجزيرة تكون عادة إما مفبركة وخاصة فيما يعنى بإثارة الشعوب ضد دولة معينة أو شيء من ذلك القبيل وكذلك أيضا أن مصادرها في الغالب لم تكن مصادر موثقة دائما ما تخلق وتكبر وتنفخ الكرة المتدحرجة من أجل تحقيق هدف معين أو رسالة معينة هم يرونها لمصلحتهم أنا أعتقد أن لا يوجد مستقية في القنوات إلا القنوات التي تتبع للحكومات المتعقلة والقنوات الرئيسية التي تتبع لدول من الاستحالة أن تدخل في أمور ودهاليس قد تحرج الدولة هذه أو الدولة ذاك أو الدولة تلك فأنا أعتقد أن قناة الجزيرة لم تكن صادقة الحقيقة في كثير من أطرحاتها وهم يدركون تماما أنهم غير صادقون خاصة في البرامج سواء كانت البرامج على الهواء أو حتى أيضا بعض الأطرحات الإخبارية التي تأتي من بعض المواقع العربية وخاصة العربية التي لديها بعض الإشكاليات ولديها بعض الحروب مثل كليبيا وسوريا والعراق ولبنان وكذلك اليمن أنا أعتقد أننا بحاجة إلى عقلنا أكثر مما نحن عليه الآن